يطل التاريخ برأسه مجدداً رسائل متبادلة بين أولف كريسترشون ورجب طيب أردوغان التاريخ يعيد نفسه يقول كريسترشون في حين يرد عليه أردوغان بالقول إنه لا يعيد نفسه إن تعلمنا العبرة منه السويد التي تطلب ودى تركيا الآن تسعى جاهدة في تأمين موافقة أردوغان على عضويتها في حلف شمال الأطلسي الناتو لم يكن السويديون يتوقعون أنهم سيحتاجون تركيا وهم يوجهون لها انتقادات حادة بخصوص حقوق الإنسان في السنوات الأخيرة تغيرت الأمور واتخذت السويد قراراً تاريخياً بدخول الناتو بعد الهجوم الروسي على أوكرانيا بقي الموقف التركي العقبة الوحيدة أمام الطموح السويدي وظلت شروط أردوغان هاجساً أمام السويديين طار ألف كريسترشون الثلاثاء الماضي إلى أنقرة لكسر التصلب التركي وخلال لقائه أردوغان لجأ كريسترشون إلى التاريخ وقدم للرئيس التركي هدية لكنها لم تكن هدية عادية نسخة من مثيقة معاهدة التحالف الدفاعي التي وقعتها السويد مع الدولة العثمانية العام 1739 وتسعة وثلاثين قدم كريسترشون هدية تذكارية لأردوغان وقال إنها صدفة تاريخية جميلة أنه في هذا التاريخ كان بلدان يوقعان وثيقة للدفاع عن بعضهما يقدم كريسترشون الوثيقة مستعينا بالتاريخ على إقناع أردوغان بإمكانية أن يدافع البلدان عن بعضهما في حلف الناتو الرئيس التركي المسكون بالتاريخ وبأمجاد الدولة العثمانية استلهم إحدى محطة التاريخ أيضاً وقدم وثيقة اسمها مفاجأة كانت عبارة عن رسالة من سفير السويد ذكر فيها أن ملك السويد مسرور بالمساعدة المادية التي قدمتها الدولة العثمانية ودورها في الوساطة لحل المشاكل القائمة بين السويد وروسيا أنذاك كما عرض أردوغان وثيقة أخرى كتبها قاضي مدينة سالونيك اليونانية حالياً والتي كانت تحت الحكم العثماني يذكر فيها أن القمح الذي أمرت الدولة العثمانية بإرساله إلى السويد بسبب الصداقة معها قد جرى تحميله علامة السفن لم يفت أردوغان ربط الماضي بالحاضر فكما تتوسط تركيا الآن لشحن الحبوب بعد الحرق في أوكرانيا قامت بذلك في الماضي فيما قال كريسترشون أنه يتفق مع ذلك تماماً لم يشر أردوغان في دروسه التاريخية إلى تلاقي المصالح بين السويد والدولة العثمانية حين ذاك في القرن السابع عشر ضد روسيا حيث طلبت السويد دعم العثمانيين في حربها مع الروس ورفض العثمانيون في البداية ذلك فمالت الكفة للروس قبل أن تقرر الدولة العثمانية دخول الحرب تاريخ الدولة العثمانية كان حاضراً دائماً في علاقة التركيا الحديثة مع أوروبا غير أن حضور التاريخ كان أخف وطأ في العلاقة مع السويد فهل ينجح البلدان في تجاوز دروس الماضي وعقد الحاضر ويصبحان حليفيني في الناتو؟ ترجمة نانسي قنقر